اللي برضو من الضيوف اللي معنا النهاردة الحب ويعلموا أولادهم ويتعلموا ويزيدوا من معلماتهم في الشترانج المهندس محمد أمين إزاي كيفاش مهندس؟ أغوار حضراتك إيه؟ الحمد لله يعني أنا يمكن ابتدت قلت هم حبوا يعني حضراتك حبيت تتعلم بنتك وتتعلم وتزيد من ثقافتك في الشترانج فيعني أنت صحيح يعني الموضوع ابتدت إزاي و من الأول بنت لغاية حضراتك ما ابتدت توسع وتزود من ثقافة الشترانج عند حضراتك هي الليلة يمكن حفظها كويس لأن لها أخ بيلعب أكبر منها بقى بسنتين فهي أخذت اللعبة منه يعني كان الأول وإحنا بنلعب أنا وأخوها كده كان بتيجي تروح بمه وزادنا اللعبة بقى حقيقة وكان أخوها داخل في اللعبة بقى جامد يعني أخوها ممويز بردك في اللعبة هو طب أتغلب على المشكلة دي ازاي؟ قلت أعلمها ففعلاً ابتدت أعلمها لقيت فيه استجابة كويسة جداً وأكتر من كده لقيت إن هي لقاتت من اللعبة مع أخوها حاجات أنا ما قلت لهاش عليها يعني مثلاً حركة الحصان دي أنا ما علمتهاش حركة الحصان في اللعبة على فكرة صعبة لأنه هو بيتحرك على حرف هل بأشكال مختلفة فقلت أعلم حد لازم تقول هذا بأكتر من مرة بأكتر من طريقة ففوقت اللي هي عارفها بالمشاهدة بس فكان حظاً كويس إن أخوها بيلعب فما تعبتنيش كتير هيل جداً إمت بقى ابتدت خش معها من مرحلة اللي هي الممارسة في البيت واللي هي بتلعب شطرانجي في البيت للي هي تخش المستوى اللي احتروا فيها لما دخلتها بطلت الجمهورية ليلة تقريباً من عظر الناشئين اللي اشتركت في بطلت الجمهورية كانت تحت خمس سنين في الوقت ده ودخلت عملت مفاجأة كويسة كان في الوقت ده وما فيش سن ثمان سنين فكانوا بيدمجوا ثمان سنين مع عشر سنين فهي طلعت أول ثمان سنين وطلعت أول مقرر عشر سنين باقي فهي ما شدتش النظر اللي أنا بس لا ده شدت نظر المسؤولين كمان في الاتحاد يعني أنا في قوقت في الوقت ده ورئيس الاتحاد كان حارس اللي هو يتصل بي يعني ويشد بأداءها لأنها فعلا بعد كده اشتركت في بطلت الجمهورية للكبار في نفس السن في نفس السنة وجابت ثلاثة بونت من تسعة وده كان في الوقت ده كويس برضك وجود أخوها ساعة بقى أنا معلوماتي طبعا زادت في الشطرنج وخاصة أن أخوها كان موجود مع مدرب فابتدين أنا أعرف الأصول بتاعة اللعبة الشطرنج علمه ولا إيه أخباره؟ يعني فيه رياضات بيخش فيها جزء من العلم؟ الشطرنج دا حل فيه العلم؟ الشطرنج تضح أنه علم هو نفسه علم؟ آآ يعني لما كانوا بيقولوا لي كده كنت وأقولي إزاي؟ لكن بعد ما أريد بعد ما أحتكد باللعب والكبار علم لأنه قايم على قواعد قايم على قواعد مفروض بتتطبق وبتلعب بيها ووردك زي في العلم العادي علم الكيمياء علم الفيزياء في قواعد بتمشي عليها ولما واحد يجي يخترع نظرية كبيرة بيشز عن قاعدة برضك في الشطرانك كده ممكن تشز عن قاعدة معينة وتلاقي نفسك في موقف كويس بتكسب الشطرانك عالم العلم في دليل اللي ليه كتب وليه دراسات وفي ناس بتدرس دوته وتتعلم لغاية النهاردة وعلم واسع بحور واسع وصعب اللي أنت تقول له يعني واحد يقول لك أنا هتلاقي مثلا شكل معين وصلت المستوى متقدم جدا ده صعب هتلاقي كذا واحد يقول لك رأيه في الوزيشن الواحد في الشكل الواحد كلهم على حسب استعابه للأفكار الشطرانك حضرتك قلتلي أن الشطرانك فيه ثلاث مراحل في الجيم الجيم فيه ثلاث مراحل ده مضبوط ألا وهم السموة السموة الجيم بتاع الشطرانك طبعا فيه أساتز أكبر مفروض يتكلموا في الكلام ده كتير بس أنا أقول لها بناعا على خبرتي مع لعب ليلة وخالد أهو وفي الجيم بتاع الشطرانك بيتكون من ثلاث مراحل مرحلة الافتتاح ومرحلة الميدل جيم ومرحلة الاندي جيم يقصدوا ايه بمرحلة الافتتاح اللي أنت تنشر قطعك اللي أنت مثلا بتطلع بتطلع بالقطع بتاعتك كده هون مثلا مجرد ما خلصت انتشارك بالقطع وبيت في تبيت ناحية الملك وتبيت ناحية الوزير ده كده بيسموه مرحلة الافتتاح يبقى مرحلة الافتتاح المقصود منها اللي أنت تنتشر بالقطع بتاعتك الافتتاح ده ليه أشكال وليه ليه أشكال طبعا اللعب التراكمي على مدى القرون اللي فاتت تطلع أشكال محددة اللاعب الكبار ابتدوا يصنفوها أو المدربين الكبار فابتدت في التتاحيات مشهورة اللاعب بتلعب بيها سواء لللابيض أو لللاسود اللابيض باعتبره هو بيلعب الأول فبيضأ مهاجم واللاسود بيرد عليه بردك بتفاعة معينة بالشكل اللي أنت شايفه ده وانت بيسموه خلص خلص الافتتاح بتاعه انتشر بقطعه هي دي مرحلة الأبني لها أشكال كتيرة طبعا اللاعب بيحاول بقدر الإمكان يلعب اللاعب اللي يخليه انتشر بقطعه أنا كده غلطت على فكرة لأن الملك اللي بيت مفروض على السود أشهر الافتتاحيات اللي موجودة اللي هي بدأ ملك بيحبوا يلعبوا لأنه بتفتح أكبر قدر ممكن للكتعة اللي هي ضدها تحريج الاسكري ده بتاع الملك بيخارج كتعتين على الأقل اللي تقدر تشتغل دي من أشهر الافتتاحيات وغالبا ليها رد يعني أنا مفروض لما حد يعمل معي الافتتاحية دي مفروض لنا أرد عليه بحاجات معينة معروفة يعني بالنسبة للعيبة ليها ردود كتيرة أشهر عبردك بدأ ملك انت بترد على أنا بقولك هلعب بدأ ملك هو كمان بيرد عليك بدأ ملك طب لو أنا ابتدت بداية غير دي خلص يعني المفروض لو أعمل معي الافتاحية و أنا عملت حاجة تانية مش الرد الطبيعي اللي افتتاحي ده هيأثر على الجيم يعني مثلا لو هو هنا هو دك أنا روحت لعب حاجة تانية خلص وروحت لعب كده بس ماشي موجودة هيأثر سلبا علي أنا سلبا عليك طبعا لو لعبت افتتاحية أو لعبة عشوائية نسمي لعبة عشوائية لو اللي قدامك بيلعب كويس لازم يعطبك لازم يعطبك لكن هي في افتتاحيات مشهورة باللسول زي ما بقولك في بينا ملك في بيطلع البيت دوان بيسموها سيسليان في بيطلع الحصن دوان على طول بردك في كذا افتتاحيات طبعا أنا بشخبير أوك افتتاحيات بس ديان أشهر افتتاحيات ديان افتتاحيات اللي احنا اتكلمنا عليه الميدل جيم تقريبا هو الجيم بتاع الشطرانج بيتركز في الميدل جيم بعدا ما انت بتطلع قطعك مثلا والخصم بيطلع قطعه بتفتدي ان الافكار تطلع كل واحد بيبتدي كل واحد يشتغل ازاي مثلا يعني خلاص انت انتشار اللي بيض انتشار والليسوت انتشار بتبتدي ان الافكار ازاي احاولك سماتيريال ازاي حاسن من البوزيشن اللي هو عاوزه بيهتم بالميدل جيم ميدل جيم بيهتم بالميدل جيم بالزبط كده ورأيهم في الموضوع دا بيقولك ان الأوبنينج بيقتل المواب لانك انت لو هتعلمه أوبنينج يعني اللي قدامه هيلعب أوبنينج زيك مفروض يلعبه صح طب لهم هلعبه صح فبالتالي هتحفاظه ففي مدرسة كده وفي مدرسة كده أول تمام آخر مرحلة بقى بتبقى ايه آخر مرحلة بيبقى في مرحلة الميدل جيم فيه تكسير بيحصل تكسير يعني كطع بتطلع مع بعضي طبعا فبيتفضل في الرؤعة عادة أقل من الكطع مفروض بتكسب طبعا المتش ممكن انتهي في أي وقت في المتش في الجيم يعني ممكن في الأوبنينج لو اللي قدامك ما بيعرفش يلعب تموته بسهولة زي قاعدة نابليون أو طريقة نابليون انت كلنا عارفين مثلا لو الخاسم ما بيلعبش صاحب بيخسر في الأوبن وممكن تموته في الميدل جيم لو المستويات متقربة وبيلعبوا مع بعض صاحب يوصلوا بالمتش ل للإند جيم وده برضك لكواعده وليأساسيات لمفروض اللاعبة بتلعب بيه هيل جدا طب حدك وعلى هي أمر لاتنين لعيبة أو والد اتنين لعيبة مميزين وبيأخذوا بطولات وبيسافروا وبيتحركوا شايف ان تكلفة الشاترانج على اللعيب ايه؟ اخبار التكلفة المادية ايه؟ هل الشاترانج لعبة بتحتاج لمصاريف ولا لعبة بسيطة عبارة عن هي الباد دي الرقع اللي بتلايب عليها والعساكر والملوك وليه؟ كنت كلمت العميد سعيد في بداية البرنامج وكان قالك ان أولياء الأمور بيساعدوا للتحاد فانهم بيمولوا السفريات بتاعة اللعبة لعبة الشاترانج من اللعبة المكلفة جدا وخاصة النلعب الأكبر عليها بيقع على ولي الأمر لما فيفصل الناشئ اللي مستوى معين لابد من مدرب يدربه انت مهما عملت معاه تديره حاجات بأي ولي أمور لغاية مستوى معين لحد مستوى معين لو عاوز بقى يوصل لمستوى البطولات اللي الاحترافي والبطولات لازم تجيب له مدرب وده بيبقى على نفقة الأولياء الأمور ودع على نفقته أو على نفقة اللعب لما هو بيوصل لمرحلة معين أو بيبقى بيجير في السنة ويقدر يصرف على نفسه يعني فبيبدأ ينفك هو على نفسه بس زفت كده الانفاق بيجي من انت لازم ت يعني حتى كمان بيش نوع معين من المدرب يعني بيجيب له مدرب بيعلمه الأساسيات ومفروض كمان تجيب له لعيبة علشان يتمرن معهم في اللام يعني نوعين من المدربين محتاجهم علشان لو انت ماشي صح يعني نغير الصرف على السفريات على التحركات البطولات المحلية هنا بتتعمل بطولات دخل المحاوزات فالتضطر انت تاخد أجهزة علشان تروح مع ضفلك وزقت مصارف السفر يعني آخر بطولة كان فيه بطولة عمليا ديين فهلا كان فيه بطولة في راس البر كانت قابل البطولة العربية ديين فكانت الولاد راحوا كانت والدتهم حتى اللي راحت معهم خالد وليلة ووالدتهم قاعدوا حوالي أسبوع الاسبوع دا تكلفهم حوالي ثلاث تلوي جنيه الموضوع بيبقى مصايف فتخيل انت مفروض فعلا لو انت ماشي صح تحتر حوالي خمس ست بطولات من البطولات دي فالعملية مكلفة أو بس هالك كلعبة هي مجزية في الآخر العائد على اللي بيمارسها عائد مجزي عائد مجزي كفكري مش كمادية اه كمادية لأننا للأسف عندنا معظم الرياضات في مصر العائد المادي فيها ضعيف شوية لا والله برضا حتى اللعبة دي العائد كويس بس عن المستوات العالية عن المستوات العالية بش في مستوى النشيين تماما بش في مستوى النشيين لكن على اللي بقى لما يوصل لمرحلة الاحتراف الموضوع بيبدأ يجنيه سنور وشوي اه وبطولات عالمية اه ممكن يبقى مجزي وفي لعبتنا الكفار ما عايشين على الكلام ده هاي جدا عايشين على الكلام ده تيدي